اشتركوا في القناة نشطت القائمة الحرة أسيرم مساء أمس لقاء جواريا ضمن الحملة الانتخابية لعمليات جزئية مقبلة بقرية إيرعلي ببلدية فرعون حضروا عني تلفزيون ملكة الرحمون دفعا للعجلة التنمية على مستوى بلدية فرعون دعا مرشح القائمة الحرة أسيرم إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات للوصول إلى التغيير المنشود اشتركوا في الانتخابات للوصول إلى التغيير المنشود في ختام اللقاء أكد مرشح القائمة على ضرورة منح الفرصة للشباب أصحاب الشهادات لتسيير شؤون البلدية باعتبارهم ركزة هامة في الاستحقاقات القادمة تعثر مشاريع بناء المرافق العامة بسبب تأخر الانتخابات في بلدية أيتبو مهدي زاد من حرص المواطنين على اختيار الأفضل لتولي المسؤولية وبعث هذه المشاريع من جديد المتابعة لمحمد عيشي تعثر مشاريع بناء المرافق العامة في بلدية أيتبو مهدي بسبب تأخر الانتخابات أمر أصبح يثقل كاهل المواطنين فهذه المساحة خصصت لبناء ملعب لكن الأشغال لم تنطلق تعثر الأشغال مست أيضا ترميم هذا المنبع المائي الذي يعتبر إرثا تاريخيا وثقافيا بالنسبة لسكان المنطقة التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار الكفاءات لتسيير أمور المواطنين هو ما يسعى إليه سكان بلدية أيتبو مهدي نحن كمواطنين لازم نخير الرجال لعندهم كفاءة باش يخدموا باش يلبيوا طلبات المواطنين بانسور الانتخابات لازم يكونوا أنا يعني جنبوز لاكاسي جنبوزيها لأروحي عاليش ما شتاركناش في الانتخابات اللي فاتوا سبعة وستين بلدية في ولاية تيزيوزو شتاركو خمسة وستين زوج بقاو ما شتاركيش والليوم راحوا يشتاركو كين كاتليست معليش سيبات روتار موالكين عاليش ما شتاركناش البارع باش يشتاركو اليوم وقدرنا عام بوريا مواطن يقدر يدعم المنتخبين باش ما يكون شانفيت تاليزو طورتي ويكون نسوي في دونوا يكون نسوي في تبع المشارع اللي راهم حبسين تحذيرا للموعدية الانتخابية القادم في البلدية الأربعة المعنية بي بي جايا تعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر تنسيقيتها الولائية تعمل على تسهيل تسهير مختلف العملية الخاصة بالانتخابات من خلاله المنصة الرقمية التي تغتزل الجهد والوقت المتابعة في الموضوع مع مالك ترحمل تسهيلا لتحذير العملية الانتخابية التي ستشهدها أربع بلديات بي جايا المنصة الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أرضية رقمية تعمل من خلالها السلطة على ضبط كل التفاصيل مع الاختصار في الوقت والجهد تعمل المنصة على تحذير كل الانتخابات مرحلة على حدا والتنسيق الجيد بين كل المندوبين على مستوى الولاية كل مرحلة من مراحل العمل الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها لها منصة خاصة بها ودور خاص بكل منصة بداية من المنصة الخاصة بالمراجعة للقوائم الانتخابية مرحلة ثانية وهي مرحلة المترشحين بما فيها تشجيل قوائم الرغبة في الترشح المرحلة الثلاثة وهي مرحلة التعتير بما فيها تشجيل المؤطرين المكاتب والمراكز السويد موعد الخامس عشر من أكتوبر فرصة لتحقيق التنمية بالبلدية المعنية والمنصة الرقمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شريك فعال في مجرية التحذير للعملية الانتخابية إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة في عمل إلحة موسيقى ترجمة نانسي قنقر